في التفاصيل برأيك دكتور حكم إلى أي حد هناك فعلا ربما استدارة ولو بسيطة في الموقف الإيراني من شأنها أن تسهل موضوع الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة في لبنان حياكي أستاذة يارا وحيا الصديق العزيز الأستاذ يوسف من بيروت إلا طبعا هذا السؤال يبني على أساس أن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو موقف سلبي من الشأن اللبناني ومن انتخابات الرئاسة اللبنانية وبناء عليه يجب أن يكون هناك إجابة لا الموضوع بغير هذا الشكل دعيني أقول لك أمرا أن الوزير الخارجي الإيراني حسين أمير عبداللهيان قبل أن يصل إلى بيروت هو كان زار المملكة العربية السعودية والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو نقل رسائل من قبل السعودية باتجاه حزب الله ونحن نعرف أن هناك توتر في العلاقة بين حزب الله والسعودية ولكن في الفترة الأخيرة كانت هناك رسائل مشفرة وغير مباشرة بين الطرفين كانت هناك رسائل إيجابية أهمها عنوانها الأساسي أنه ليس هناك من مشكلة بين الطرفين إلا موضوع القضية اليمنية إذا حلت القضية اليمنية أعتقد أنه لن يكون هناك إشكالية بين حزب الله والمملكة العربية السعودية وعندها في الشأن الرئاسي اللبناني أعتقد لن يكون هناك خلافا بين حزب الله والسعودية وسيكون الوزير سليمان فرنجي المرشح الرئاسي هو الذي سيضمن مصالح المملكة العربية هو الشخصية اللبنانية الأكثر ضماناً للمصالح السعودية والمصالح الغربية وجميع المصالح في لبنان فلذلك أنا أعتقد بخلاف صديقي العزيز أستاذ يوسف أن هذه الزيارة للوزير الإيراني حسين أبير عبداللهيان إلى لبنان هذه الزيارة فيها الكثير من الإيجابيات التي ستنعكس على المرحلة المقبلة يعني بمعنى أنه نقل رسائل بالشأن اللبناني هو قال أن هناك مواقف إيجابية من قبل السلطات السعودية تجاه لبنان وبالتالي الموقف الإيراني أصلاً هو إيجابي تجاه القضايا اللبنانية وانفتح على القضايا اللبنانية وهو أعلن دائماً الإيراني أكثر من مرة ومرات عديدة أنه مستعد لتقديم كل الإمكانيات والمساعدات للبنانيين هذا الأمر الأمر الثاني فقد اسمحتي لي سيدة يارا وهذه نقطة يجب أن نلتفت إليها أنه نحن نبني وكأن القرار اللبناني أو انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني هو بيد الإيراني وبيد السعودي هذا الأمر غير دقيق الإيراني والسعودي إذا أردنا بين هلالين مع التحفظ على الإيراني بالنسبة لي أنه هما لعبين في أساسيين صحيح ولكن هناك لعبون آخرون هناك الأمريكي هناك الفرنسي وهناك حزب الله هناك حزب الله دكتور حكم المدعوم من إيران والذي يعتبر اليوم الكثير من اللبنانيين يعتبرون أن لبنان بات رهينة لحزب الله بسبب سياساته التصعيدية سواء بملفات في الخارج وتدخلاته في ملفات مثل سوريا مثل اليمن وفي الداخل أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر